بلغ العدد الجملي للمقترعين داخل الوطن وخارجه في الانتخابات الرئاسية 4 ملايين وسبعمائة وسبعة وثلاثين الفا وثلاثمائة وسبعة وستين مقترعا لتبلغ نسبة المشاركة الجملية 89.45% وقد تحصل الرئيس العبدين بن علي على 4 ملايين ومائتين وثمانية وثلاثين الفا وسبعمائة واحد عشر صوتا ما يمثل نسبة مئوية بلغت 89.62% وكان ما صوتوا ليش ما على باليش ما على باليش أصواتكم وعياتكم ما يهمونيش ما يصلوا ليش صندوقي بيع 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 ما يخليهاش من بين انتهاكات حقوق الإنسان التي تعالجها هيئة الحقيقة والكرامة نجد تزوير الانتخابات وهو انتهاك نص عليه الفصل الثامن من قانون العدلة الانتقالية وقد سجلت الهيئة 620 ملفا حول انتهاك الحق في انتخابات حرة ونزيهة حيث حرم الشعب التونسي قرابة 60 سنة من ممارسة سيادته خلال الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها البلاد منذ 1956 وقد عرفت تونس منذ الاستقلال وحتى اندلاع الثورة تنظيم 37 موعدا انتخابيا 9 انتخابات رئاسية 12 انتخابات تشريعية 14 انتخابات بلدية انتخابات وحيدة لمجلس قومي تأسيسي استفتاء وحيد اقر مجلس وزراء حكومة التفاوض على الاستقلال الداخلي برئاسة طاهر بن عمار النظام الانتخابي لاختيار اعضاء المجلس القومي التأسيسي وذلك بمقتضى قانون ختمة من لمين باي في 5 جنف 1956 وجاء ذلك في خضم تفشي العنف وظلوع لجان الرعاية في الاغتيالات والتعذيب لحسم النزاع السياسي بين اجناحة الحركة الوطنية تم اعتماد نظام القائمة الاغلبية في دورات واحدة مع منع اي مسج بين مرشيح القائمة المتنافسة وقت هذا الخيار الى اقصاء جميع التشكيلات والشخصيات غير الموالية للسلطة الجديدة من تركيبة المجلس القومي التأسيسي في قطيعة مع مصار الحركة الوطنية المتسمة بالتعدد والتنوع نافس قوائم الجبهة القومية بعض القوائم للحزب الشيوعي التونسي الذي اولد في معلقة انتخابية انكم ستنتخبون يوم الخمس والعشرين من مارس مجلسا وطنيا تأسيسيا لبلادكم غير ان القانون الانتخابي الذي سطرته الحكومة والجو الذي يسود البلاد لا يسمحان بان تجري الانتخابات بصورة ديمقراطية وانتج هذا الخيار لنمت الانتخابي على مدى نصف القرن هيئات تمثيلية خالية من مشاركات تشكيلات المعارضة او الوجوه المستقلة وهكذا افرغ الاقتراع من اي رهن رغم التغييرات التي ادخلت عليه وكان مفعول ذلك حرمان الشعب التونسي من ممارسة سيادته كما افضل مسار الى تقنين نظام الحزب الواحد سنة 1964 بعد القضاء العملي على جميع التعبيرات السياسية المخالفة للسلطة ولم يواجه الرئيس الحبيب بورغيبة خلال جميع الانتخابات الرئاسية التي تقدم لها في 1959، 64، 69، 74 أي منافسة ولم يعرض اداءه للتقييم حتى عندما اقر بارتكاب اخطاء جدية في ادارة شؤون البلاد عند تجربة التعاضد سنة 1970 وآل هذا التمشي الى تغيير للتستور سنة 1975 ومنح السيد لحبيب بورغيبة الرئاسة مدى الحياة اقتصر التمثيل الشعبي خلال عقود الحكم البورغيبي على مكونات الوحدة القومية وهو اتلاف كان يجمع الحزب الاشتراكي الدستوري والتشكيلات الاجتماعية التابعة له وهي منظمات شبابية ونسائية ومهنية بما في ذلك اتحاد الشغل واحتفظ بن علي اثر ازاحة بورغيبة عن طريق انقلاب 1987 على جوهر المنظومة مع سعيه الى تطويرها باعتماد تعددية سورية يختار بمقتضاها من ينافس مرشحي الحزب الحاكم بعد ان ضمن تجهيدهم من اي ارادة في تطوير بدائل الخيارات الرسمية مع التشبث باقصاء معارضيه الحقيقيين من الحلبة وهكذا احكم السيطرة على تطلعات المواطنين وواصل تزييف الارادة الشعبية سنوات الثماني وثمانين التسع وثمانين الأربع وتسعين التسع وتسعين الفين وأربعة والألفين وتسعين وبذلك مثلة الغالبية الساحقة من المواعيد الانتخابية محطات لم يقع فيها احترام الارادة الشعبية والتي هي اساس السيادة الجمهورية وتمثل جريمة تزوير الانتخابات جبل الجليد الظاهر من سلسلة محكمة من ترتيبات واجراءات ينتج عنها تزييف الارادة الشعبية أنا وليد حزب الواحد وتفكيري حزب وثقافتي حزب واحد سعب عليها بسوف بسوف تقبل بسكونوا أحزاب أخرى مجوعة مجوعة موش ممكن ما هو ممكن في بلاد متحضى تعطي تسعين في المية ولا خمسة سعين في المية ما هو ممكن تماما مزوار هذا مش اعتراف هذا معروف تتضمن المواثيق الدولية خمسة معايير كبرى لوصف انتخابات بأنها نزيها أم لا أولا معايير مرتبطة بالاقتراع نفسه الذي يجب أن يتضمن خمسة مبادئ أساسية وهي العمومية المساواة الحرية التورية وأن يكون الاقتراع سريا ومباشرا ثانيا معايير مرتبطة بنظام الاقتراع وبحق الطعن يجعل حق كل المواطنين أن يكونوا ممثلين في الهياكل المنتخبة كما أنهم يتمتعون بحق الطعن في الإجراءات والنتائج ثالثا معايير مرتبطة بالجوانب التنظيمية وبالعملية الانتخابية تفترض مثلا حياد واستقلالية الجهات الذي ينظم الانتخابات ويشرف على سيرها رابعا معايير مرتبطة بالجوانب المالية واللوجستية على غرار حظر استغلال موارد الدولة في الانتخابات ووجوب حياد التغطية الإعلامية خامسا معايير مرتبطة بالمناخ العام الذي يجب أن تحترم فيه الحريات وخاصة حرية التعبير وهو ما يعني ضمان عدم تعرض الأشخاص للعنف والترهيب والفساد والانتقام بسبب خياراتهم الانتخابية وقامت هيئة الحقيقة والكرامة بالتقصي في مدى احترام المواعيد الانتخابية التي عرفتها تونس استنادا لهذه المعايير الخمس وخاصة المواعيد التي مثلت محطة مفصلية في الحياة السياسية للبلاد 1956 عرفت تونس أول انتخابات أياما بعد الاستقلال وهي انتخابات المجلس القومي التأسيسي وقد جرت على قاعدة الاقتراع على القائمة المغلقة التي تحرز على الأغلبية النسبية من دولة واحدة وقد حصرت صفة الناخب في الذكور دون الإناث وبالعودة إلى الإحصائيات الديمغرافية ثلاثة 1956 نجد أن عدد الناخبين من الذكور يمثلون قرابة العشرين بالمئة فقط من السكان واعتبرت المناظلات هذا الإقصاء انكارا لنضالات المرأة التونسية زمن الاستعمار الفرنسي وتمكنت المرأة من حقها في الانتخاب سنة 1957 كما تم تحجير عدد من الجرائد بداية من 1956 منها سدى الزيتونة والأسبوع واليقظة كما كانت بعض المناطق من التراب التونسي تشهد معارك طاحنة في الجنوب وقد تحصلت بالنهاية الجبهة القومية على جميع مقاعد المجلس التأسيسي ففي جنف 1963 حضرت السلطة الحزب الشيوعي وهو الحزب القانوني الوحيد ليكرس نظام الحزب الواحد الذي اتخذ تسمية جديدة في السنة الموالية وهي الحزب الشراكي الدستوري فشارك الحزب وحيدا في الانتخابات التشريعية سنة 1964 ليفوز بجميع مقاعد مجلس الأمة كما ترشح زعيم لحبيب بوركيبة وحيدا في الانتخابات الرئاسية وهو ما تكرر تباعا في الانتخابات الرئاسية والتشريعية سنتي 1969 وال74 أتت أحداث جنف في 78 للقطيعة بين الحزب والاتحاد العام التونسي للشغل كما ساهمت أحداث كفصة 1980 في أحداث سياق جديد أشبر السلطة على تحرير المشهد السياسي ولو قليلا إذ رفع الحظر المضروب على الحزب الشيوعي التونسي فيما حظيت تيارات المنسلخة عن الحزب الاشتراكي الدستوري مثل حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وحزب الوحدة الشعبية بالقبول الضمني لنشاطها في هذا الإطار أعلن عن قرار تنظيم انتخابات سابقة لأوانها سنة 1981 بعد حل البرلمان مع فسح المجال أمام مشاركة قوائم منافسة للحزب الدستوري وهو قرار أشعى الأمل في نفوس التونسيين سرعان متلته خيبة أمل عميقة بعد تزيير الانتخابات لتفوت السلطة على الشعب فرصة ثمينة لإرساء برلمان تعددي حيث جرت الحملة الانتخابية في أجواء غير سليمة إذ استعملت ميليشيات الحزب الحاكم العنف لمنع اجتماعات أحزاب المعارضة كما رفضت السلطة تشجيل قائمة الملاحظين وهو ما أجبر حركة الديمقراطيين الاشتراكيين لإعلان سحب ملاحظيها من مكاتب الاقتراع وقد أعلنت السلطة في النهاية فوز الجبهة الوطنية المتكونة من الحزب الاشتراكي الدستوري والاتحاد العام التونسي للشغل بـ 94.2 من الأصوات ليفوز بجميع مقاعد مجلس النواب 136 وتكشف شهادة طلقتها الهيئة لمعتمد أول سابق وقت تنظيم هذه الانتخابات أنه قبل إتمام عملية إحصاء الأصوات بولاية جندوبا جاءت تعليمات كي تكون عدد الأصوات الممنوحة لقائمة الديمقراطيين الاشتراكيين دون الـ 15% ومن ثم دون 3% مع الترفيع من نسبة المشاركة وقد أعلن رسميا وقتها عن فوز الجبهة الوطنية بنسبة 95.53% مع حصول حركة الديمقراطيين الاشتراكيين على نسبة 1.91% غير أنه بجمع كافة محاضر مكاتب الاقتراع بقطع نظر عن متابقتها لحقيقة الأصوات المسرح بها في مختلف المكاتب فالنتيجة تعطي 52.5% من الأصوات للجبهة الوطنية مقابل 46.3% للحركة الديمقراطيين الاشتراكيين انتظمت سنة 1988 انتخابات دشريعية جزئية في أول امتحان للرئيس الجديد بعد انقلاب 7 من نوفمبر وكشفت هذه الانتخابات عن أولى مؤشرات السلطة لتزييف الإرادة الشعبية مجددا واحتكار السلطة حيث غاب في البداية المناخ الصحي لإجراء انتخابات نازيهة ومن ذلك استمرار التدخل بين الحزب الحاكم والدولة والسيطرة على وسائل الإعلام فلم تكن انتخابات الثامن وثمانين في الحقيقة إلا تمهيدا من السلطة لتزوير انتخابات التاسع وثمانين حين دعوته إلى تونس سنة 1989 كتب ريميلوفو أستاذ العلوم السياسية لقد عاد بن علي للخط المتصلب وهو المدعوم مباشرة من الجهاز الأمني ومن الإطارات الشابة للتجمع الدستوري الديمقراطي الذين ساعدوه للسيطرة على الحزب فقد ظهرت أولى المؤشرات للدود فعل الجهاز الأمني مع تنظيم الانتخابات الجزئية في جنف 1988 حيث لم تكن تختلف ممارسات التزوير للتجمع عن الممارسات السابقة فبعد الاستراء على الحكم في 7 نوفمبر 1987 نقح الدستور في جوليا 88 لتنفيذ الوعود المعلنة في بيان السبع من نوفمبر وأعلنت السلطة إثر ذلك تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها وقد اقترح وقتها التجمع الدستوري الديمقراطي تشكيل جبهة موحدة مع المعارضة من أجل انتخابات غير تنافسية إلا أن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين رفضت ذلك وبينما كان يعويل التونسيون على هذه الانتخابات لفتح صفحة الديمقراطية والانتلاق في ممارسة مواطنتهم استفاقوا على نكسة جديدة لتزييف الإيراد الشعبية وليواصل التجمع مأسيرة لاستفراد بالسلطة حيث رفض النظام في البداية الاستجابة لدعوات المعارضة لاعتماد النظام النسبي وأقرر مبدأ التدول الديمقراطي على السلطة ورغم ذلك شاركت غالبية أحزابها سواء عبر قوائم حزبية أو عبر قوائم مستقلة واستمرت نفس الأسليب القديمة انتلاقاً من التضييقات على الحملة الانتخابية ومنع تسجيل الملاحظين وتغيير الأوراق عند الفرز كما لم تلتزم الأجهزة الإدارية بالحياد ومنعت المعارضة من الظهور في الحصص التلفازية والإذاعية وقد استمرت المضايقات المعهودة في يوم الاقتراع ومن ذلك عدم توفير بطاقات الملاحظين إلا في آخر وقت بما يجعل من المستحيل إيصالها لأصحابها وقام أعوان السلطة بتغيير الأوراق عند الفرز مع إقصاء الملاحظين وتغيرت الصناديق في الطريق الفاصل بين مركز الاقتراع ومكان الفرز بما يجعل التزوير ممنهجاً من التولة كما كانت الظروف التي تضع فيها أوراق الاقتراع شفافة تعكس لون الورق التي بداخلها مما يضرب مبدأ سرية الانتخاب وقد فاز الحزب الحاكم على غرار المناسبات السابقة بجبيع مقاعد البرلمان المئة وواحد واربعين فيما فاز مرشحه في الرئاسيات بنسبة 99.2% تميزت انتخابات الفتسعمائة واربعا وتسعين بتنقيح المجالات الانتخابية وإدخال جرعة من النسبية إلا أنها انتظمت في مناخ أكثر انغلاقا وتوترا وذلك بعد حملة الاعتقالات التي استهدفت المعارضين وخاصة المنتمين للحركة الإسلامية كما تم حل الرابط التونسية لحقوق الإنسان سنة 1992 في المقابل دعمت السلطة أحزاب معارضة على مقاسها للمشاركة في انتخابات أدخلت فيها لأول مرة جرعة تعددية ومنحها مقاعد متحكم بها عبر النظام النسبي ودخل بن علي للانتخابات الرئاسية لسنة 94 وحيدا دون منافس بعد إقصاء كل من أعلل نيته للترشح وتحديدا الدكتور محمد المنصف المرزوقي رئيس الرابط التونسية لحقوق الإنسان والأستاذ عبد الرحمن الهاني وفيصل التريكي حيث زج بهم في السجن في قضايا ملفقة وفي غياب منافس له أعلن عن فوز دين العابدين بن علي في الرئاسيات بنسبة 99.9% فيما تمكنت المعارضة من الدخول لأول مرة للبرلمان ولكن استحوذ الحزب الحاكم على 88% من مقاعد البرلمان 2002 وجد بن علي موانع دستورية تحول دون ترشحه لولاية رئاسة جديدة وذلك بسبب تحديد عدد الولايات إضافة لمانع السن فأعلنت أنقيحا للدستور شمل بالأساس حظف هذه الموانع كما منح حصنة قضائية لرئيس الجمهورية حتى بعد انتهاء مهامه وانتظم استفتاء شعبي هو الأول من نوعه في البلاد فكانت نتيجة موافقة على تعديلات 99.5% وقد قدم الأستاذ عبدالوهاب معطر نيابة عن عدد من الحقوقيين قضية إدارية لإلغاء أمر دعوة الناخبين للاستفتاء من أجل تجاوز السلطة غير أن المحكمة الإدارية قبرت القضية في أدراجها ولم تنظر فيها إلا بعد تنظيم الاستفتاء بتسعة أشهر لتحكم برفض الدعوة لعدم الإختصاص بل وقامت السلطة بإستار قانون في نوفمبر 2002 يحد من اختصاص المحكمة الإدارية في مراقبة الأوامر الترتيبية الصادرة بناء على المجلس الدستوري وذلك لقطع الطريق أمام الطعون وقد تعرض الأستاذ معطر بسبب ذلك إلى تطيقات وهرسلة من السلطة باستعمال وسائل عديدة من بينها القيام بمراجعة جبائية كيدية 2004 في سنة 2004 استبقت السلطة لانتخابات الرئاسية بإعداد قائمات سورية لمناشتة الرئيس للترشح للانتخابات وتكشف التقارير الحقوقية حول مراقبة الانتخابات حجب الانتهاكات الواقعة حيث رغم منح الفصل 37 من المجلة الانتخابية للمرشحين من استغلال وسائل الإعلام العمومي فلم يتم تحديد المدة الزمنية الممنوحة وتروق الطعن عند التنازع لتمثل هذه الضبابية حافزاً للسلطة لإتباق سيطرتها على المشهد الإعلامي حيث تركزت التغطية الإعلامية في مختلف الوسائل لفائدة الحزب الحاكم ومرشحه ولم يتم بعث عديد الومضات التلفزية الدعائية لمرشحي المعارضة في الانتخابات البرلمانية رغم تسجيلها كما تعرضت صحف المعارضة للمصادرة على غيران الموقف والطريق الجديد وكان يتم إجبار أصحاب المطابع على انتظار إذن من وزالة الداخلية وكانت توجه تعليمات من مستشار الرئيس السيد عبدالوهاب عبدالله للصحفيين في الصحف المكتوبة بعدم تغطية أنشطة المعارضة بل وعدم وضع صور المرشحين بنفس حجم صورة الرئيس وقد تعرض حينها مرشح تحالف المبادرة الديمقراطية محمد عني الحلواني لعديد الانتهاكات حيث قامت السلطة بمنع توزيع بياناته الانتخابية بعد حجزها في المطبع سفة عامة الانتخابات عدت في أجواء أقل ما يقال فيها مقبولة وما فيهاش هالخروقات الحقيقة اللي تذكر أحيانا بل بالعكس بل بالعكس كانت الأجواء طيبة بالنسبة للسلوك بسفة عامة لأنه مش سهل باش كل انتخابات وقوائم ورؤساء قوائم إلى خير ذلك يكونوا متواجدين متواجدين في الجهات وتم أمنيا وسلوكيا سواء كم في اللفظة أو في السلوك الحقيقة ما تسميش حاجات اللي تذكر وتمس بهالجانب هدايا من الانتخابات في بعض مكاتب في بعض مناطق لم يتحصل التجمع على الأغلبية أهم حاجة وهي الأعلام اللي معالسف ما كانش للحقيقة في المستوى المطلوبة نقروا به كان هناك مرشح جدي ومعارض جدي سواء في 2004 اللي هو في شخص الأستاذ محمد علي الحلواني مرشح حركة تجييد مبادرة ديمقراطية سنة 2004 وسنة 2009 كان المرشح هو المرحوم رفيق نحمد براهيم في كلا الحالتين تم تركيز الهجوم الإعلامي متع السلطة على الشخصين هذوما والشخص اللي تم تكليفه هو بوق من أبواق السلطة معروف اللي هو بورهين بسيس الشخص هذا يتكفل في الحالتين بمعناها اصدار مقالات تهجم عنيف على المرشحين هذوما وتكشف وثيقة من وكالة الاتصال الخارجي عن مقترحات للتحرك الإعلامي في الخارج بمناسبة هذه الانتخابات فيما يعكس توظيف المؤسسات العمومية لصالح مرشح السلطة الذي فاز بالنهاية بنسبة 99.4% 2009 واصلت السلطة في الانتخابات العامة سنة 2009 تزييف الإرادة الشعبية واستمر مسلسل المنشدات وبلغت درجة استغلال الفضاءات المدرسية العمومية بإلزام التلاميذ على الإمضاء على رسائل المناشدة وفي هذه الانتخابات قامت السلطة بإصياغة قانون انتخابي على المقاص مما أقصد دكتور مصطفى بن جعفر الأمين العام للتكتل من أجل العمل والحريات وكذلك السيد أحمد نجيب الشابي أبرز القيادات الحزب الديمقراطي التقدمي بل أقامت السلطة بإقصاء المهندس علي الكوكي الذي أراد ممارسة حقه في الترشحي للانتخابات الرئاسية غير أنه تعرض لهرسلة انتهت بإيوائه وجوبياً مستشفى الأمراض العقلية ومارست السلطة في الحملة الانتخابية مضايقتها المعتادة على صحف المعارضة وبالخصوص صحيفة الطريق الجديد ومواطنون حيث أجبر أصحاب المطابع على أمضاء التزام بعدم تسليم الصحف إلا بعد تلقي الإذن من وزارة الداخلية كما صدرت البيانات الانتخابية ومثلاً لم تسمح وزارة الداخلية بتوزيع البيان الانتخابي لحركة التجديد إلا قبل خمسة أيام فقط من انتهاء الحملة وذلك بعد التزام الحركة بحذف خمس فقارات منه ويكشف تقرير لمراقبة التغطية الإعلامية عن هيمنة الحزب الحاكم والرئيس السابق إذ كان لهم نصيب الأسد من التغطية في تغطية الصحافة المكتوبة بلغت هذه النسبة 97% كما تعرض الصحفيون التونسيون والأجانب للمضايقات ولم تتمكن أحزاب المعارضة الجدية والقوائم المستقلة من المشاركة في الانتخابات التشريعية إلا بعدد محدود من القوائم بسبب إسقاط القوائم وقد فاز فيها الحزب الحاكم بثلاثة أرباع المقاعد منحان البقية لأحزاب المعارضة المرضي عليها فيما فاز مرشح الحزب في الرئاسيات بنسبة 89.6% ساهم المال السياسي تلت المواعيد الانتخابية الفارطة في التأثير على سير العملية الانتخابية ونتائجها وبالتالي في تزييف الإرادة الشعبية فمثلا تكشف قائمة تمويلات الحملة الانتخابية الرئاسية سنة 2009 التي بلغت سهاء 14.8 مليون دينار أن نسبة تمويل الشركات الخاصة ورجال الأعمال تجاوزت 11.3 مليون دينار أي أكثر من ثلاثة أرباع تمويلات الحملة وهو ما يعكس الارتباط المصلحي بين رجال الأعمال مع المتحكمين في القرار السياسي ويكشف التداخل بين المال والسياسة وهو ما يؤدي لتضرب المصالح بين القرار العام والمنافع الشخصية الخاصة وذلك بالإضافة إلى عدم التكافؤ بين المترشحين وقد بلغت مصاريف الحملة بباريس فقط 2.5 مليون دينار كما تضمنت قائمة المصاريف منح مكافآت مالية لعديد الصحفيين ونجد في قائمة المصاريف توجيه مبالغ نقدية بقيمة 100 ألف دينار لأحزاب المعارضة المرخصة وهي الحزب الاجتماعي التحرري وحزب الخضر للتقدم وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين ليكون السؤال كيف تمول حملة انتخابية الأحزاب المنافة لها كما تكشف القائمة على حصول الرئيس السابق زين العبيد بن علي على مبلغ نقدي بقيمة 500 ألف دينار في يوم واحد فيما تحصل مستشاره عبدالعزيز بن ذيا في نفس اليوم على مبلغ قيمته 300 ألف دينار وذلك دون ذكر ترقيصر في هذه المبالغ وقد شهدت هيكل النظر في التعون في الانتخابات عديد التغييرات غير انها ظلت في جوهرها مخالفة للقواعد الدولية من حيث حياد أعضائها واستقلاليتهم فمثلا تنظر لجنة يعين أعضاؤها من الوزراء والولايات الموالين للسلطة التنفيذية بطبعهم في النزاعات المتعلقة بترسيم وتشتيب الناخبين وينبت المجلس الدستوري الذي تعين سلطة تنفيذية غالبية أعضائه في التعون المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلسين التشريعيين ويصدر قرارات باتة ومثلت المحكمة الإدارية منفذا لتوجيه التعون على غير الطعن في استفتاء 2002 غير أنها لم تقم بدورها بحيادية هذا وقد انتظمت جميع الانتخابات منذ الاستقلال وإلى سنة 2011 تحت إشراف وزارة الداخلية والأجهزة التنفيذية للدولة التي كانت منحازة بطبعها للحزب الحاكم ومرشحه لم تشهد تونس أي جهة لمراقبة الانتخابات حتى قامت السلطة بإنشاء المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات سنة 2009 وقد عين رئيس الجمهورية على رأسه السيد عبد الوهاب الباهي علما أن المرصد كان يوجه تقاريره فقط إلى رئيس الجمهورية وقد دوجهت المعارضة إلى هذا المرصد بالشكايات والشهادات دون جدوى فقد كانت وسيلة لإضفاء الشرعية على العملية الانتخابية تمثل الانتخابات مناسبة للتعبير عن سيادة الشعب وعن شرعية الصلاة العمومية ورغم أن تونس عرفت عشرات المواعيد الانتخابية فإن انتخابات 2011 هي أول انتخابات حقيقية تم خلالها احترام أغلب المعايير الدولية للنزاهة والشفافية غير أن تزييف الإرادة الشعبية لا يتم فقط بالتزوير المادي لمحاضر الفرز بل كذلك بوجود مناخ غير صحي يسود فيه منطق التجاذبات والإقصاء وينشر فيه المال السياسي وتسوده الرشوة الانتخابية والإغراءات التي تستغل وضع المواطنين الاجتماعي والثقافي وتقوم بابتزازهم وهو ما يجب مواجهته من أجل انتخابات حرة ونزيهة تحقيس الإرادة الشعبية الحقيقية ترجمة نانسي قنقر